توقعت مصادر مطلعاني رأس رئيس الجمهوري عبد الربو منصور هذا اليوم اجتماعا لهيئة مسشاريه من المكونات السياسية بحضور خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش عن تلك المصادر ان الاجتماع سيبحث التطورات على الساحة الوطنية واستكمال المشاورات بشأن الاجراءات المتعلقة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية من ناحية توزيع الحقائب الوزارية بما يتفق عليه الجميع وتسمية اعضاء مجلس الوزراء وفقا لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والمعايير والشروط الواردة فيه بهذا الخصوص وفي مقدمتها النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الانسان وانسيادة القانون والحياد في ادارة شؤون البلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة